السلام عليكم متابعي عزاء مرحبا بكم مرة اخرى على قناتكم قناة الدام المدرسي ان شاء الله اليوم سوف نرى فرض من فروض المراقبة المستمرات للمستوى الرابع الابتدائي وبالطبط سوف نرى الفرض الاول الدورة الثانية مادات الرياليات كما اود لكم دائما سوف تلقوا الفرض على شكل pdf اسفل الفيديو ايضا سوف تلقوا الرابط لجميع الفروض الدورة الثانية الفرض الاول للمستوى الرابع الابتدائي وايضا سوف تلقوا الرقم والرابط للمجموعة الواتساب بالنسبة للناس المهتمين للتام عن طريق الواتساب دائما كنقول لكم بان التواصل يكون مع الاباء والامهات ندعو على بركة الله بانجاز هذا الفرض كما كنقول لكم دائما حاولوا هذا الفرض تعطوا الابناء لكم يخدموه علي يحاولوا يصحوا مع الفيديو لان في هذا الفيديو سوف يكون صحيح سوف يكون إشارة بعض الأخطاء التي كتكبوها التلامد زائد يعني شرح الدرس يعني كلها الدرس اللي سوف يكون داخلين في هذه المرحلة نبدأ بالسؤال الأول السؤال الأول يقول أضع وأنجز يجب أن يكون الانجاز صحيح يجب أن يكون الوضع صحيح كما تشوفوا هنا عندي عمليات الضرب إذا صراحة الوضع ديالها يكون سهل غير هو واحد الإشارة بأن دائما العدد الذي يكون عنده أكبر عدد الأرقام هو اللي نحاول نضعه لفوق لكي يكون عملية مدينة طويلة عندي 724 نكتب 724 في ثلاثة وخمسون إذا ثلاثة في اثناني اثنى عشر هنا تلاب أن يكون المشكلة للاحتفاظ بما تنسى الاحتفاظ إذا ثلاثة في أربعة اثنى عشر يقدر يخلي هنا ثلاثة في جوج ستة وواحد هي سبعة ثلاثة في سبعة هي واحد وعشرين نكتبها كاملة الانتقال السطر الثاني ضروري الإشارة إلى وضع النقطة وضع النقطة أولا هذا من بل الأخطاء التي تريد تلمد كي جينيشان وكي دير العملية خمسة في أربعة عشرون أكتبه صفر وأحتفل باثنان خمسة في اثنان عشر واثنان هي اثنى عشر أكتب باثنان وحتفل بواحد خمسة في سبعة خمسة وثلاثون وواحد هي ستة وثلاثين دائما نركز على الوضع الصحيح لأن النوضع الصحيح نتجة صحيحة اثنان زائد النقطة هي صفر يعني اثنان زائد صفر هي اثنان سبعة زائد صفر هي سبعة واحدة اثنان ثلاثة اثنان زائد ستة ثمانية وثلاثة زائد صفر هي ثلاثة أ arrangements خجلية هاتن خجلية ثمانية اثنان ثلاثة وتلاثة ثلاثة 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 ننمر خجلية لتلاثة created 3700 ونسرى للعملاية الثانية لأخص الصحيحة حيث ستrowathrow هي المشكلة نستطيع الفائ مشاكل من resultarיו هي بأخذة للعملاب يعني نفس النتيجة واخن بدلو مش بحل الطرح عندي خمسة في اربعة عشرون اكتبه سفر واحتفل باثنان خمسة في ثلاثة خمسة عشر واثنان هي سبعة عشر دائما كنشي النقطة ستة في اربعة اربعة وعشرون اكتبه اربعة واحتفل باثنان ستة في ثلاثة ثمانية عشر واثنان هي عشرون اذا سفر احدى عشر اكتبه واحد واحتفل باثنان واثنان اذا الفين وباثنان وعشر نمر الى العملية الثانية ستمية وثمانية في ثمانية اذا دائما خاصة في عملية الضرب خاصة يكون الابن ديالي ضابط جدول الضرب لان جدول الضرب غير يحتاجه في القسمة غير يحتاجه في انجاز عملية الضرب يعني دائما جدول الضرب غير يبقى معه طول مصار الدراسي دياله ثمانية في ثمانية اربعة وستون اكتبه اربعة واحتفل بستة ثمانية في سفر سفر وزائد ستة هي ستة ثمانية في ستة تساوي ثمانية واربع نمر الآن الى السؤال الرقم الاثنان السؤال الرقم الاثنان هو تمرين باللغة الفرنسية لان كما تعرفوا دابا ولو كيقرأوا رياليات باللغة العربية واللغة الفرنسية لان يصلوا إلى المستوى الاعدادي سيقرأوا رياليات بالفرنسية اذا نحاول ما امكن نخدمه مع الابناء لاننا تمانين باللغة الفرنسية ونبدون ندخل اليوم بمصطلحات بحال جوكالكول جوكالكول هي احسب لا صوم هي الجامع بو جوسمبل في طنك الهي بو سيبا اذا هنا عدنا حتى الطرح جوكالكول لا صوم بو جوسمبل في طنك الهي بو سيبا يعني يمكن بسط اذا كان ذلك ممكن اذا عندي هنا اعداد كسرية عندي 14 لتسعود ناقص خمساء لتسعود هنا بالنسبة للتلامد المشكلة اللي كيكون عندهم اول مشكلة هو كيديروا الطرح او كيديروا الجمع ديال المقام مع المقام اذا نعلموا الابناء ديالنا بان المقام من كيكون موحد من كيكون عندي نفس المقام او اي مقام ما كنت جمعوش المقام مع المقام لدي مقام موحد لدي مقام موحد دائما نعلموا هالطريقة كتبت سعود و نقص يعني هذا ما يتقاسوش هذا ما يدخلوش في العملية هذا ما يدخلوش في العملية إذا أنا أعود لكم هذه العملية هنا نضيف الرقم نضيف الرقم لدي مقام موحدة أول شيء نضيف نضيف واحد الكسر كبير لدي مقام موحدة يعني نفس المقام إذا العملية ستكون 14 ناقص 5 14 ناقص 5 نعود دائما نصبق المقام موحد 14 ناقص 5 تساوي 9 هنا لديه 9 على 90 دائما لديك 1 عدد كسري نفس العدد ومقام مثلا 9 على 9 100 على 101 5 على 5 6 على 6 7 على 7 1 ما يعني نفس البسط ومقام إذا 1 هنا نحن نسخ نحن الآن إلى العملية الثانية لاحظة أن العملية الثانية لاحظة أن العملية الثانية لاحظة أن نصل إلى أبناء لدينا لكي لاحظوا المقام إذا كان المقام موحد كانت العملية كجيني سهلة إذا كان المقام غير موحد ضروري أن نقص نقص هذا المقام إذن عندي هنا 2 ناقص 4 على 5 هذه الحالة لدي عدد عادي أو عدد صحي طبيعي مع عدد كسري مع عدد كسري إذن هنا المقام الموحد دائما المقام الموحد دائما المقام الموحد هو هذا المقام هو خمسة هنا مبدل توالو إذن تبقى عندي 4 على 5 هنا أصبح عندي 5 إذن فاش ضربت هنا يعني هنا بحالة عندي 1 فاش ضربت هنا فاش ضربت هنا إذن إثنان سنضربها في 5 بحال الميزان إذا ستقول عندي 10 10 على 5 فاش ضربت هنا فاش ضربت هنا في 2 لأن هذا المقام هذا المقام الموحد إذن دائما لدي المقام الموحد كما تلك الموبيلة نأخذ المقام هنا لأن هذا المقام الموحد ونأخذ 10 ناقص 4 إذن العملية تشمل غير البسط إذن ستقول عنه 6 على 5 لدي 6 على 5 هنا أريد أن نبسط لا يوجد أن نبسط لا يوجد شيء مضاعف مشترك لا يوجد شيء عدد يعني لا يوجد شيء مشترك لا يوجد شيء لا يوجد شيء كما قلت لك المقام نفس العدد يعني نفس المقام نفس البسط يعطيني 1 إذن سأجي هنا ونضط نفس العملية التي تتعوده سأجي هنا سأجيث فقد أن سأجي ثلاثة السؤال 1 هذه نقوم على ملاسك الآن سألت الآن وسألت الآن سألت ن ситу dengan لا يعرفون كيف يضعون هذا العدد الذي يريدون أن يحاولونه في جدول التحويل لدينا الوحدات هنا دائما نضع الطريقة لدي 10 جرام لدي 10 جرام 100 جرام ميلي جرام ميلي جرام 1 جرام ميلي جرام نحفظوا بعد هذا الأجزاء نرى المضاعفات 1 جرام 1 جرام 100 جرام 10 جرام هنا 97 جرام هذا هو القنطر كيف سنقوم بإمكانك الوضع لها الوحدات؟ 96 جرام 96 جرام ميلي جرام نحاولها إلى 1 جرام نقوم بإمكانك الوحدة نقوم بإمكانك الوحدة 9600 جرام 9600 جرام نحن بإمكانك الوحدة هنا لديها المركبة مركبة إلى 1 جرام و 2 جرام نبدأ من الكبير بإمكانك الوحدة 25 جرام و أعجب نقوم بإمكانك الوحدة 25 جرام 20 جرام لديها الأمور لدينا أعمال الجمع إذن مطلب مني نحولها الديسي جرام نحول هذا 25 إلى الديسي جرام نحول هذا 4 ديسي جرام إلى الديسي جرام ونجمع 0452 إذن كم من ديسي جرام هي 25400 ديسي جرام 25400 ديسي جرام نحول الديسي جرام دائما كم من داقم الوحدة نحولها إلى الديسي جرام نكمل الأصفر في التجاه نحول الديسي جرام هذا الديسي جرام إذن 40 جرام إذا كان لدي شيء عدد هنا نحول الفاصلة إذن 40 جرام نمر الآن إلى سؤال رقم 4 هذا السؤال لديه علاقة بالدرس للمعالجة البيانات هذا الدرس الذي نحن كبار 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 يحدث وبالنسبة لتلميذ للمستوى الرابع التدائي لديه صعوبة في قراءة المعطيات في استخراج المعطيات وفي تحليل المعطيات وعالج بين الجدول حسب المطلوب هذا الجدول هو جدول في خانات أعميدة أحمد جمال أعطيف أسماء الأطفال لديه طول بسنتيغرام 168 180 165 ووزن 184 سأقول كتلة أو وزن وطول أحمد وجمال وعضل طيفين ثلاثة ديال هنا لدينا رجال هنا أطلوب مني أثقل هؤلاء الرجال من أن أتكلم أن أثقل كان في نيشان إلى الكتلة إذن عندي 98, 84, 73 إذن أكبر كتلة هي 98 كيلوغرام أكبر وزن هو 98 كيلوغرام وهو يوافق اسم أحمد إذن أكبر أن أثقل هؤلاء الرجال هو أحمد أخفهم هو عبداللاطف أطولهم كمشي الطول أطولهم هو 190 سم هو جمال وأقصرهم 165 سم هو عبداللاطف إذن وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو إذا كان شيء استفسار أو شيء ملاحظة أو شيء خطأ أرسك منه توصلوا معنا عن طريق الكومونتك أو عن طريق الواتساب أو عن طريق الفيسبوك